تفقد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيراني ورئيس هيئة الأركان العام الفريق الركن صغير بن عزيز أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في الجبهات الجنوبية في محافظة مأرب وتفقد أحوال المقاتلين في جبهتي البلق ومريش وما أحرزه الأبطال من انتصارات كبيرة خلال الأيام الماضية بتحرير مناطق واسعة من ميليشيا إيران الإرهابية التي تكبدت خسائر كبيرة ونقل وزير الإعلام للقادة والصف والجنود المرابطين تحايل قيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القادة الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد الربو مصرهادي مباركا الانتصارات الكبيرة التي تحققت بعزيمة الرجال مشيدا بجاهزيتهم ومعنوياتهم المرتفعة والتضحيات الكبيرة التي يبذلونها من أجل تحرير تراب اليمن من ميليشيا إيران الحوثية وثمن دور قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السياسية ودعمها المحدود في عملية استعادة الدولة على كامل ترابها الوطني وأكدا أن هذه المواقف الخالدة ستظل محفورة في ذاكرة اليمنيين فيما أكد رئيس هيئة الأركان العامة أن الجيش قادر على صناعة التحولات الوطنية بفضل تضحياته والتفاف كل الشرفاء الأحرار ودعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية موضحا أن الشعب وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير والهوية ضد الإرهاب الإيراني الإمامي وميليشيئته ترجمة نانسي قنقر